السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي خلال يومين بس وتحديدا يوم 18 من هذا الشهر شاومي راح تغلو بالدنيا راح ينطلق أهم جهاز لوحي بعالم الاندرويد هو الميبوت 6 والسيكس برو ليش الأهم الجواب بسيط وحيال لأن هذه اللوحيات راح تقدم لك عضو القيمة مقابل السعر عضو القيمة مقابل السعر بكل عالم الاندرويد حرفيا جربناها السنة الفاتت وقيمتها وأداءها كانت ممتازة بس اللي عرفتها يعاني الجيل الجديد من عدها يأكد هذا الشيء ويجبت لكم مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم شوفوا حظائب الميبوت 6 برو هذا الأخلاق وهو الشبير راح يكون جهاز عملاق شاشة آمليد 12.4 بالعشرة انج ترددها 120 هيرتز وتدعم من الـ HDR10 بلاس بالأهم معالج الجهاز عطادي سيكون من كوالكوم السناب دراجون 8 بلس جن واحد هذا نفس المعالج الموجود بأقوى أجهزة عالم الاندرويد بالـ 2022 فاطمئن من هذا الناحية العداء سيكون ممتاز الرام 8.12 جيجا والذاكرة أما 128 أو 256 واحتمال تكون مسخة حصرية هي مسخة 512 جيجا بطارية حجمها متواضعة برأي 8600 ميلي امبياد شي بي رأيي لكن وين هي شاشة ومعالج ما أعرف عمرها شوان راح يصير بس اللي أتوقع انه ما راح يكمل نهار اذا تسوق على الجهاز بس راح تشوف شحن سلكي 67 وقت حتى يتعوض عندك عمر البطارية بسرعة مثل ما قلت لك عمر البطارية ما راح يكون طويل طبعا نظام الصوت هنا ايضا راح يكون مخيف استوديو منصدق اذا ما قل عليه دي جي يعني 8 سماعات ما صنعيتها الامنيوم كاميرا اساسية بالظهر القوة 50 ميديا ودعم للقلم والكيبورد وكل هذي تدسمعوها 450 دولار الى 500 باحتمال اقل حتى باسواقنا هل يبقى لك شاشة دولبي فيجين تدعم الصوت راح يكون عندك تقنية دولبي اتموس عرقام ومواصفات تقدمها شاومو تبقى راح نبلش بها الأخر أصغر البات سكس اللي راح يجيك بمعالجة شوية أضعف نسنا بدراجون 870 ببطاريثة أكبر 8800 ميلي امبير لكن بشحن سلكي 33 واط بس فرق الأهم هو بالشاشة وحاجمها بالبات سكس العادية شاشة راح تكون IPS LCD حاجمها داعش انج ترددها ايضا مية وعشرين وتدعم الهجدار 2 بلس والدولبي فيجين بس السماعات راح تكونوا وياها ستريو رباعية تدعم الكيبورد والقلم وسعر الجهاز اللي نتوقعه هما ما بين 300 الى 350 دولار اتمنى انه ما يجاوز هذا الرقم رغم كل الظروف حتى تجبر شاومي تضربي وتنافس كل المنافسين بصراحة اللي شفته من نجاح المي بايد 5 كان هائل بالعراق تنافس الايباد العادي بشكل منتاز اذا ما قلت تفوق عليه اتمنى هالمرة ان يدخل لبرو مو فقط العادي واذا هذا صار فالتفوق والاشتياح الشاومي راح يكون خرافي في 2013 في امان الله